السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلت والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاو وذكركم ونفسه بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى والصدمة اللي ممكن تحصل لكتير جدا من حضراتكم وأنا عايز أقول إنها الغالبية كمان ممكن تحصلهم هذه الصدمة يا صدمة ما بعد الولادة والحلقة دي مهمة جدا للأخوات اللي لسه في رحلة الحمل لإنه ممكن تكونوا على عدم دراية ومفيش وعي بهذه الصدمة اللي ممكن تحصل اللي هو الاكتئاب اللي ممكن يحصل لك بعد الولادة بالرغم من إنك ممكن كتير جدا خاصة الأمهات الأوائل اللي هم أول مرة يبقوا أمهات في حياتهم ممكن يتوقع أن هم بعد الولادة هيكونوا أكثر سعادة بالمولود ولكن الصدمة اللي ممكن تحصل لكتير جدا هي أن هم مش هيكونوا فرحانين بالصورة اللي هم متخيلين بل بالعكس ممكن يجي لهم اكتئاب الولادة واكتئاب الولادة لو سيطر على كتير جدا منكم وما كانش عندكم معلومات إزاي تواجهوا هذا الاجتئاب ممكن للأسف الموضوع يتطور وتبقى الحالة يعني ضعيفة جدا في مقاومتها لهذه الأحسيس السيئة طيب اكتئاب ما بعد الولادة أو صدمة ما بعد الولادة دي سببها إيه؟ سببها شقين في شق عضوي وفي شق نفسي الشق العضوي هو أن بعد الولادة بتحصل تغيرات هرمونية فيه هرمونات بتقل فيه لخبطة شوية فيه الغدة الدرقية بسبب هذه التغيرات اللي ممكن تحصل بعد الولادة شعورك بالتعب بيكون أعلى شوية يعني جسمك بيتعب شوية أكتر معقولة آه شوية أكتر فإحساسك بالتعب مع المسئولية الجديدة هيجيب لك شعور أنا مش قادرة استمتع بطفلي الجديد بطفلي اللي نور الدنيا لإني تعبانة على طول طيب هنتكلم إزاي نتخطى مشكلة التعب دي العضوية المشكلة الثانية النفسية هي إن كتير جدا مننا أنا واحد وحضراتكم رجال ونساء كلنا ممكن يجي لنا حاجة اسمها الهشاشة النفسية يعني إيه الهشاشة النفسية يعني الإنسان يكون ضعيف قوي قدام أي مشكلة تحصل ودي بيبقى سببها إيه بيبقى سببها حاجات كتيرة جدا إنه ما تعرضش الأزمات كتيرة ما جسمه أو يعني نفسيته ما قويتش عارفين اللي هو يقول لك إن الدنيا بتعلم والمشاكل والمصائب بتأسل واحد بتأسل واحد يعني مش بيخليه قاسي ولكن بتخليه أكثر جلدا وأكثر قوة في مواجهة الأزمات السبب ده في الغالب بيكون بالسبب الأم والأب في البداية البنوطة الجميلة اللي على وش ولادة أو اللي ولدت حديثا كانت في بيتها منعمة بابها بيعمل لها كل حاجة وبيجيب لها كل حاجة حلوة في الدنيا ممتها كانت بتدلحة آخر دلعة في الغالب طبعا نعرف إن فيه أمهات بيبقوا وعلى فكرة الأمهات اللي بيقسوا على بناتهم بيبقوا أكثر حكمة لأنهم لازم يتعلموا إنهم إزاي يواجهوا المتاعب فبسبب ده أصبح فيه جيل من البنات لما بيجوا يتحمل المسئولية عندهم هشاشة نفسها مش قادرين والمشكلة اللي حصلت فيه طبعا في العقد الأخير من ظهور السوشيال ميديا والفيديوهات المنتشرة طبعا كتيرة بنتفرج بقى على فيديوهات الأطفال والأطفال بتتحك وبتاع فبتيجي صورة زهنية عند كثير جدا من البنات اللي هم خلاص على وش ولادة والسيدات اللي على وش ولادة بإن هي دي الحياة إن أنا هستمتع بطفلي وطفلها على طولها بيفضل يتحك وعمره ما هيتعب أبدا والكلام ده طبعا مخالف للحقيقة لأن الحقيقة حاجة تانية الطفلة أصلا عبال ما يتحك هياخد فترة الطفلة هيعاني من متاعف أول شهور في حياته بسبب حاجة اسمها المغس الليلي الطفلة على طولها يعيط الطفلة مش هينام بالليل هيفضل طول الليل صاحي كل الحاجات دي غيبة عن كتير جدا منكم فلما بتصدموا بهذه الأشياء احنا مش عارفين نعمل ايه مش هي دي الحياة اللي كانت في بالنا طيب أحل المشاكل دي ازاي أول هام بالنسبة لمشكلة التعب وبسبب تغيراته الهرمونية أنا عايز أوصي البنات الحلوين اللي على وش ولادة أو البنات اللي ولدت خضاص بنات الحلوين يعملوا ايه الفيتامينات اللي حضراتكم كنتوا بتاخدوها في فترة الحمل والطبيب الخاص بحضراتكم كان كاتبها لكم كملوا عليها لان الضعف العام انتي حصلك فقد لكثير من الفيتامينات والمعادن بعد الولادة أنا عايزك تكمل على الفيتامينات دي عايزك تهتم بالتغذية كويس جدا هذه الجزئية لما تقوي جسمك بالمكملات الغذائية جنبا إلى جنب التغذية السليمة هتكوني أكثر قوة في مقاومة المتاعب دي رقم واحد رقم اتنين مش عيد أبدا أن احنا نطلب المساعدة من الآخرين لازم نطلب المساعدة من الآخرين لازم أطلب مساعدة من ماما من أختي من جارتي من زوجي يعني حتى لو أنا مخلفة قبل كده من بنتي الكبيرة من ابني أنه يرعى هذا الطفل المولود في فترة من الزمن أكون أنا أخدت قصة من الراحة فيها وأنام لازم تاخد قصة من الراحة وتنامي أحد أسباب صدمة ما بعد الولادة والإكتهاب هو أنك مش لاقيا وقت تنامي فلازم تاخدي وقت كافي أن أنت تنامي الحاجة الثانية أو الثالثة مش عارف هي رقمها كم اللي لازم ناخد بالنا منها أن هذه الصدمة هي مسألة وقت الشطرة هي اللي لازم تحط في بالها أن دي مسألة وقت وبعد وقت من الزمن أنا هشد أنا هتعود أنا هبقى أفضل أنا هبقى أقوى وما فيش أي حاجة هتأثر علي وهستمتع بطفلي واستمتعك بالطفل على فكرة مش بيبقى في أول مراحل حياته بل بالعكس بيبقى بعد ما يكسر ست شهور بعد ما يكسر سبع شهور بعد ما يبتدي يقعد ويبتدي يحكي مش عفوا مش يحكي أنه هو يتبادل معاكي الابتسامات الفترة دي هي اللي هبتدي أستمتع فيها بالطفل الفترة الأوانية أنا بأخد فيها تدريب قوي جدا وقاصي جدا أن أنا أزاي أبقى أم فالفترة دي خليكي مستوعبة أنها هتكون قاسية شوية لما يبقى عندك معلومة أن الفترة دي هتيجي عليكي دي حاجة بتخلي عندك استعداد نفسي أن أنت تواجهها غير ما يحصل لكتير جدا صدمة يعني بالظبط كده زي لاعب واحد داخل يلعب في الجام عايز يشيل حديد عايز يعمل عضلات والكلام ده لما بيدخل أول يوم ويبتدي يعمل تمرينات ومع العلم أن هذه التمرينات بتكون ضعيفة جدا وبسيطة جدا مقارنة بالتمارين اللي بيعملوها الأبطال ولكن هذا الشخص أول يوم في الجام لما بيدخل يلعب رياضة بيبقى يوم قاسي جدا عضمه كله مكسر عضلاته كلها مفشفشة ليه؟ لأن ده كان اليوم الأولاني يوم وراء التاني الجسم بتاعه بيبتدي يشد وبيتغزى كويس وبياخد على التعب ده لحد ما ييجي يوم يبص على واحد جديد لسه داخل يقول له إيه ده أنت تعبان ده أنا كنت زيك ده أنا دلوقتي اللي أنت بتعمله ده حاجة ولا لها أي زر التعب عندي فهي الفكرة أن احنا لازم نكون عندنا وعي أن هذه الصدمة هتيجي أن الحياة مش وردي أن الحياة مش إن أنا بسك الطفل والطفل هيضحك طول اليوم لا بالعكس ده طول اليوم هيعيد طول اليوم في الليل بالذات هيكون بيعاني من المغص الليلي فلازم نبقى عندنا هذه القصة عايزين نعمل حاجة تانية برضو مع نفسنا هي مكافئة الزات لازم تكافئ نفسك على التعب بعد ما يمر يوم كامل من التعب مكافئة الزات دي أن أنت لازم تعملي حاجة بتحبيها أثناء الفترة دي قاعد مع صاحباتي اللي أنا بحب أعود معهم أو قاعد مع أخواتي اللي أنا بحب أعود معهم أو أن أنا أشاهد مثلا مقطع كوميدي أدحك أدحك لازم تغيري المود ده في الفترة اللي ممكن حد بيساعدك فيها لازم تكوني في الفترة دي بتعملي حاجة كويسة تنامي تقري كتاب لو بتحب القراية أي حاجة بتحبيها لازم تعمليها حتى لو أكل حلوة كليها حتى لو أكل حلوة كليها استمتع بلحظات لازم تكون لكي لحظات مع نفسك تستمتع بيها والصدمة دي هتزول مع الوقت وإوعي إوعي إوعي تغلطي الغلطة اللي ممكن بعض الناس بيغلطها وهي أنك تؤكدي على نفسك أنك ماشي في طريق غلط أنك هتفضلي كده طول عمرك لأنك بتغذي مخك بهذه الفكرة السودوية أنك هتفضلي كده على طول لا دي مسألة وقت دي مسألة وقت دي مسألة وقت وهتكوني أفضل والأمهات اللي قبليك الأمهات بتوع زمان كانوا بيقولوا كده كتير ودلوقتي ربوكم وممكن يربوا أحفادكم أو أحفادهم ومعندهمش أدنى مشكلة ولا بيعانوا من أي تعب لأنهم عندهم الخبرة الكافية لتحمل هذه المتاعب وتوكلوا على الله واقتربوا من ربنا سبحانه وتعالى وألا بذكر الله يطمئن القلوب وأشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته